بعد ثلاث جلسات مرت انتخابات نادي الحكمة أمام أبواب موصدة بأقفى لمنتصف الليل تستقبلت الباحة الخارجية للمقار أعضاء الجمعية العمومية في ظل فشل مساعد توافق بين الرئيس السابق إليم شنتف والفريق المحسوب على القوات اللبنانية انتخابات جرت برئاسة أكبر الأعضاء سنًا بعد اعتذار اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة بالإشراف عليها ما أثار الشكوك حول قانونيتها استيقالة اللجنة مبارية أنا بقني أنت كم محامة بدي أتعرض هاللجنة اللي رح تنبسي اليوم عن العملية الانتخابية إلى عملية طان إلا إذا الوزارة أقارت بكرة صباحا أو بأس تبلغ المحضر الانتخابي إذا أقارت و أصدرت إفادة بتقول هيد اللجنة أنونية بدي أتعرض الوزارة مفروض تتعرض اللجنة أنونية الشباب عم بقولوا إذا الوزارة معادة صيغة أنونية لهاللجنة من روع القضاء نحن متابعين لقوانين يعني صار نفتح محضر من أول جالسة اللي هي تلتين زئد واحد بعدين نص زئد واحد ما حضير بعدين استقارت اللجنة بنوب الأكبر سنة طيب تتاح الجالسة اللي هي بمان حضر اليوم لو ما صار انتخابات الله بيعرف إمتى رح يصير فيه انتخابات ما بقى فينا نترك النادي إله عشت شهور ضياع ما حتى بيعرف شي الانتخابات ترافقت مع تسريب أخبار معارضة المطران بولس مطر راعي أبراشية بيروت وولي الحكمة هل حضرتك سمعت سيدنا المطران مطر عميل بيان رسمي أو طلع على أي وسيلة إعلام وقال أنه هو ضد هذه الانتخابات وما بده انتخابات عم نسمع إشاعات هيدول بعض المتضررين عم بيقولوا أنه سيدنا ما بده انتخابات أنا اللي بقدر إلك هي أنه نحن أنقذنا اليوم نادي الحكمة هاو الشباب اللي إجوا على الانتخابات اليوم أنقذوا نادي الحكمة لأنه الفريق الآخر ما حطوا بالجاولة سيدنا المطران أنه في حال ما صارت الانتخابات الوزارة بده تدعي أقل شي بخلال 15 يوم لشهر تفتح باب الترشيح من جديد وبدك تنطر ثلاث أسابيع ليتأمن النصاب إذا تأمن بيكون بلشت بطولة لبنان وبيكون ما في فريق للحكمة اليوم بنعيد اليوم بالنادي 70 سنة اليوم عيد النادي 70 سنة فحرام بعيده السبعين أنه يخرص نادي الحكمة نادي الحكمة رح يبقى نادي عريق نادي يجي أعظم رجلات هالبلد الانتخابات أسفرت عن انتخاب ناديم حكيم رئيسا وجوزيف عبد المسيح عمينا للسر وهما من فريق عمر رئيس الراحل هونري شالهوب والذين أكدوا حرصهما على التوافق وانتظار قرار الوزارة ورضى المطران مطر قبل إعلان الاستقالة أو المتابعة في المسيرة الجديدة للنادي اشتركوا في القناة